تعد التربية واحدة من أهم العوامل التي تؤثر على نمونا وتطورنا إذا تمت بشكل صحيح فستساهم في بناء شخصيات قوية ومستقلة ومع ذلك إذا تمت بشكل خاطئ ستخلق تأثيرات سلبية تستمر لسنوات عديدة في المستقبل تعد تربية الأبناء مسؤولية كبيرة ومهمة إن السلوكيات والأساليب التي يستخدمها الأهل في تربية أطفالهم تلعب دورا حاسما في تكوين شخصياتهم وتأثيرها على عقد النفس ومستقبلهم إن السلوكيات الخاطئة قد تؤدي إلى تكوين عقد نفسية وتأثيرات سلبية على الأطفال تستمر معهم في المستقبل في هذا الفيديو سنكتشف كيف يمكن للتربية الخاطئة للأبناء في الصغر أن تؤدي إلى تكوين عقد نفسية وتأثيرات سلبية في الكبر عندما نتحدث عن التربية الخاطئة نعني نمط التربية الذي يستند إلى الانضباط الزائد أو الإهمال أو تجاهل احتياجات الأطفال هذا النوع من التربية يمكن أن يؤدي إلى تكوين عقد نفسية والتي تشمل أولاً العنف الجسدي استخدام العنف الجسدي كوسيلة للتربية هو نهج غير صحي وخطير يمكن أن يسبب هذا النوع من السلوك قدراراً جسدية ونفسية خطيرة للأطفال عندما يتعرض الأطفال للعنف الجسدي من قبل أقربائهم أو مربيهم ينتج عن ذلك عدة تأثيرات سلبية من الجانب الجسدي يمكن أن يتسبب العنف الجسدي في إلحاق آثار جسدية بالطفل مثل الجروح والكدمات والكصور ولكن التأثير النفسي هو أكثر خطورة بكثير يمكن أن يشعر الأطفال الذين يتعرضون للعنف بالخوف والقلق المستمر ويعانون من انخراط اجتماعي ضعيف وقد يطورون مشكلات نفسية مثل الاكتئاب والترابات القلق والترابات ما بعد الصدمة بالإضافة إلى ذلك يتسبب العنف في تكوين عقد نفسية خطيرة يمكن أن تظل مؤثرة عليهم لفترة طويلة يشعر الأطفال الذين يتعرضون لهذا النوع من المعاملة بالتجريح والإهانة ومن هنا يتكون عندهم جرح الإهانة الذي هو جرح من جروح الروح الخمسة وهذا يؤثر على نظرتهم لأنفسهم وعلى علاقاتهم الاجتماعية في المستقبل لذلك يجب أن يتم التوعية بخطورة هذا النوع من التربية والمعالجة بجدية الأسر والمجتمعات يجب أن يعملوا على توجيه الآباء والأمهات نحو أساليب تربوية صحيحة وتشجيعهم على استخدام أساليب إيجابية للتربية تقوم على الحوار والإحترام بدلاً من العنف الجسدي ثانياً الإهمال حتم توفير الرعاية والاهتمام الكافي للطفل هو نوع آخر من السلوكيات الخاطئة في تربية الأبناء التي تؤدي إلى تكوين عقد نفسية هذا النوع من الإهمال ينعكس على نقص الحنان والدعم الذي يحتاجه الأطفال خلال مراحل نموهم عندما يعيش الأطفال في بيئة تفتقر إلى الاهتمام والتفاعل والحنان العاطفي يتأثرون سلبياً بشكل كبير يتسبب نقص الرعاية والاهتمام في آثار نفسية للطفل مما يشمل قلة الثقة بالنفس صعوبة التعامل مع العلاقات تأثر النمو العقلي والعاطفي وكل نقطة مما ذكرت سأشرحها بشكل مفصل عندما سأتحدث عن تأثير هذه السلوكيات على الأطفال ثالثاً الانتقاد الزائد الانتقاد المفرط والتجريح من أشكال السلوكيات الخاطئة في تربية الأبناء عندما يتعرض الطفل للانتقاد المستمر والتجريح دون توجيه إيجابي يمكن أن يكون له آثار سلبية كبيرة على صحته النفسية وثقته بنفسه تشمل تلك الآثار شعوره بأنه ليس كافياً ويفتقد الثقة بقدرته على النجاح ويجعل الطفل يشعر بأنه غير مهم أو مستهان به وهذا يؤدي إلى انخفاض مستويات السعادة والرضا لديه رابعاً التمييز والتفضيل التمييز بين الأبناء وتفضيل أحدهم على الآخر هو سلوك خاطئ في تربية الأبناء عندما يشعر أحد الأبناء بأنه غير محبوب بنفس القدر أو غير مقدر كأخيه تظهر لديه آثار نفسية سلبية مثل شعوره بالتمييز وأنه ليس جيداً بما فيه الكفاية لينال نفس المعاملة شعوره بالغضب والعداء نحو الأهل أو الإخوة الذين يتم التمييز ضدهم شعوره بالرضى الشخصي المنخفض وعدم قدرته على قبول ذاته كما هي خامساً التحكم الزائد التحكم الزائد في حياة الطفل دون إعضائه مساحة لاتخاذ القرارات الخاصة به يكون عاملاً سلبياً في تربية الأطفال عندما يعيش الطفل تحت سيطرة دائمة وليس لديه الفرصة لاتخاذ القرارات بشكل مستقل يمكن أن يحدث العديد من الآثار الضارة منها عدم القدر على اتخاذ القرارات بشكل مستقل والاعتماد على أنفسهم عدم القدر على التفوق في مهامه اليومية صعوبة في تطوير مهارات حل المشكلات سادساً المشاعر السلبية تعرض الأطفال للمشاعر السلبية بشكل دائم دون تعليمهم كيفية التعامل معها له آثار سلبية كبيرة على نموه من نفسه عندما لا يتعلم الأطفال كيفية التعبير عن مشاعرهم ومواجهة التحديات العاطفية تنشأ لديهم مشكلات نفسية تصبح عبءاً في المستقبل من بين الآثار الضارة لهذا النوع من التربية صعوبة في التعبير عن المشاعر بشكل صحيح وهذا يؤدي إلى تراكم المشاعر وزيادة الضغط النفسي عدم تعليم الأطفال كيفية التعامل مع المشاعر السلبية يؤثر على مهاراتهم في التفاوض والتواصل مع الآخرين وقد يكونون عرضة للإنفعالات والإضطرابات في العلاقات الاجتماعية عندما لا يتم التعامل بشكل صحيح مع المشاعر السلبية يمكن أن تتراكم مع مرور الوقت وتؤثر على الصحة النفسية والعقلية للأطفال سابعاً التهديدات والخوف تربية الأطفال بالتهديدات والخوف دون تقديم توجيه إيجابي هو نهج غير صحي للتربية ويساهم في تكوين عقد نفسية لدى الأطفال عندما يتعرض الطفل للتهديدات المستمرة والمعاملة الصارمة دون وجود توجيه وتشجيع إيجابي ينجم عن ذلك مجموعة من الآثار السلبية على نموه النفسي والاجتماعي بما في ذلك حال التوتر وقلق بسبب توقع العقوبات والتهديد يمكن أن يتطور لديهم عقد نفسية تجعلهم يشعرون بالخوف والقلق والعجر في التعامل مع المواقف الحياتية قد يعانون من صعوبة في بناء علاقات صحية مع الآخرين نتيجة للتوتر والقلق الزائد يمكن أن يؤدي الخوف والتهديدات المستمرة إلى قلة التحفيز والإبداع لديهم مما يؤثر سلبا على قدرتهم على تحقيق إمكانياتهم الكاملة هذه أمثلة على السلوكيات الخاطئة في تربية الأبناء ويجب على الأهل والمربيين تجنبها واعتماد أساليب تربية إيجابية وداعمة تشجع على تطوير عقود نفسية صحية للأطفال كل هذه السلوكيات الخاطئة في تربية الأبناء تنتج عنها تأثيرات مثل قلة الثقة بالنفس عندما يتعرض الأطفال للانتقاد المستمر والتجاهل يكون لهذا تأثير كبير على نموهم وتطورهم النفسي الانتقادات المستمرة والتجاهل قد تكون أضرارها جسيمة وقد تساهم في تكوين عقد نفسية عميقة يمكن أن تظهر في مراحل النمو وتترك آثارها على المدى البعيد قلة الثقة بالنفس هي مشكلة نفسية شائعة تؤثر على الأطفال والشباب عندما يتعرضون للانتقاد المستمر والتجاهل عندما يعيش الطفل في بيئة تربوية تفتقر إلى التشجيع والدهم الإيجابي ينعكس ذلك سلبا على ثقته بنفسه يشعر الأطفال بأنهم غير كافيين أو غير قادرين على تحقيق توقعات الآخرين هذا الشعور بقلة الثقة بالنفس ليس مشكلة مؤقتة بل يترتب عليها تكوين عقد نفسية عميقة تترافق مع الشعور بالعجز وعدم القيمة يمكن أن تظهر هذه العقد في مراحل مختلفة من نمو الشخص وتستمر في المستقبل بما يؤثر على قدرتهم على بناء علاقات صحية وتحقيق إمكانياتهم الكاملة القلق والاكتئاب القلق والاكتئاب هما مشاكل صحية نفسية شائعة يمكن أن يواجهها الأطفال والمراهقين وتشير الأدلة إلى أن التربية القاسية والانتقاد المفرد قد يكون لهما تأثير سلبي على ظهور هذه المشاكل عندما يعيش الأطفال في بيئة تربوية تفتقر إلى الدعم والتشجيع وتتضمن انتقادات مستمرة وقاسية يمكن أن يتطور لديهم شعور بالقلق والاكتئاب هذه المشاعر تمكن الأطفال من القلق المستمر والاكتئاب وهي مشاعر تؤثر سلباً على جودة حياتهم وقدرتهم على التفاعل مع العالم من حولهم يمكن أن تزيد مشاعر القلق والاكتئاب من احتمالية تطوير عقد نفسية وهذا يمكن أن يساهم في تكرار هذه الأمور السلبية في المستقبل التأثر بالأمور السلبية التأثر بالأمور السلبية هو آثار جانبية تظهر لدى الأشخاص الذين نشأوا في بيئة تربوية سلبية تلك البيئة تتضمن عادة الانتقاد المستمر والاهتمام القليل بالاحتياجات والمشاعر العاطفية للأطفال كنتيجة لذلك يمكن أن يكون لديهم تأثر زائد بالأمور السلبية الأشخاص الذين نشأوا في بيئة تربية سلبية قد يكونون أكثر عرضة للتأثر بالتحديات والصعوبات في الحياة يمكن أن تؤثر تلك الخلفية السلبية على قدرتهم على التعامل بفعالية مع الضغوط والمواقف الصعبة ويصعب عليهم الحفاظ على توازن نفسي جيد هذا التأثر بالأمور السلبية يكون عاملاً مساهماً في تكوين عقد نفسية تؤثر على حياتهم قلة الرغبة في النجاح تأثيرات التربية السلبية تمتد أيضاً إلى قلة الرغبة في تحقيق النجاح يمكن أن يشعر الأفراد الذين نشأوا في بيئة تربوية سلبية بأنهم غير قادرين على تحقيق الأهداف أو النجاح في حياتهم قد يكون لديهم قلة إيمان بقدراتهم ومهاراتهم بسبب الانتقادات والتجارب السلبية التي عاشوها خلال طفولتهم العلاقات الاجتماعية الضعيفة العلاقات الاجتماعية الضعيفة تعتبر أحد الآثار السلبية للسلوكيات الخاطئة في التربية يمكن للأفراد الذين نشأوا في بيئة تربوية سلبية تطوير عقد نفسية تؤثر على علاقاتهم مع الآخرين قد يظهر الاعتماد المفرد على الآخرين نتيجة لنقص الثقة بالنفس وقد يكون لديهم صعوبة في بناء علاقات صحية وداعمة بالإضافة إلى ذلك يمكن أن ينعكس السلوك المضطرب والعداء نحو الآخرين في علاقاتهم الاجتماعية لتجنب هذه الآثار السلبية يجب على الأفراد الذين نشأوا في بيئة تربوية سلبية أن يعملوا على تطوير ثقتهم بأنفسهم والتعامل مع أي مشكلات ناجمة عن تلك البيئة تقديم الدعم النفسي أو التوجيه الاحترافي يمكن أن يساعد في تحسين العلاقات الاجتماعية وتجنب تكوين عقد نفسية كل هذه العقد سأتحدث عن كيف نعالجها في الفيديو القادم لكي لا تطول مدة الفيديو أكثر من اللازم في الختام تحمل التربية دوراً كبيراً في تكوين شخصيات الأفراد وعقد نفوسهم إن التأثيرات السلبية للسلوكيات الخاطئة في تربية الأبناء تكوين عقداً نفسية وتأثيرات سلبية تستمر في المستقبل لذا من المهم على الأهل والمربيين توجيه الجهود نحو تربية صحية وداعمة ساعد الأطفال على تطوير نفسية قوية ومستقبل واعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر